هَاَاَاَاَاَاَاَاَاةُ هذه أحاديث النبي وهدي فيها الهانة وسعادة الإنسان كالشمس تعطينا الحياة تبنورها فتبدد الظلماء في الأكوان وصحيح مسلم فيه أفضل ما رأى أهل الحديث بصحة وبيان علم بدا في نهجه متفرد بعد البخاري صح والقرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام و أخوات الكريمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام مسلم و نقول لكم بمناسبة شهر رمضان المبارك تقبل الله طاعتكم و تقبل الله مننا و منكم هذه الأعمال الصالحة و تقبل الله منكم هذا الصيام و هذا القيام و هذه الأعمال الصالحة في هذا الشهر المبارك و نقول لكم عساكم من عوادة و أسأل الله سبحانه و تعالى أن يفقنا و إياكم لمرضاته و طاعته في هذا الشهر المبارك و سنتناول بإذن الله سبحانه و تعالى في هذا الشهر كتاب الصيام من كتاب صحيح الإمام مسلم فكونوا معنا ثماري معدودة و نستمع لهذا الحريث ثم نعود عليكم مرة أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام و أخوات الكريمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل و بعد أن استمعنا لهذا الحديث و لا يزال الحديث موصولا في شرح كتاب الصيام من كتاب صحيح الإمام مسلم أيضا أكد لكم مرة ثانية من أسبب هذا الشهر المبارك قل لكم تقبل طاعتكم و تقبل الله منكم سائر أعمالكم في هذا الشهر المبارك هذا الحديث بوبه النووي عليه رحمة الله تبارك و تعالى بقوله باب لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يتقدمنا أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صوما فليصمه أخواني الكرام أخوات الكريمات هناك أحكام كثيرة للصيام و لشهر رمضان المبارك و من رحمة الله عز وجل أن هذا الإسلام دين يسر و ليس دين عسر و هناك من يتشدد في بعض العبادات و الطاعات فيعمل أعمال ليست على هدي من كتاب الله و لا من سنة رسول الله عليه أفضل الصلاة و التسليم من ذلك أنه في نهاية شهر شعبان فإنه يحاول أن يصوم يوم أو يومين حتى يقول أنه يريد أن يدرك رمضان أو ربما كان نهاية الشهر 29 شعبان أو 30 شعبان هو بداية رمضان أقول هذا من التنطع لذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نهانا و حذرنا من هذا الفعل و من هذا الأمر و من هذا الابتداء في دين الله سبحانه و تعالى في هذا الحديث يبين الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقبل المسلم شهر رمضان المبارك من خلال صيام آخر يوم أو يومين من شهر شعبان يصوم يوم أو يصوم يومين قبل دخول شهر رمضان بعض الناس يقول لك أنا من باب الاحتياط أريد أن أصوم يوما أو يومين نقول هذا لا يجوز و هذا لا ينبخي و هذا الأمر مخالف لشريعة الله سبحانه و تعالى فلا يشرع لمسلم أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين بقصد الاحتياط له لأن صيامنا أيها المسلمون مرتبط بأمر مهم جدا ألا وهو رؤية هلال شهر رمضان المبارك النبي صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته نحن لا ننصوم شهر رمضان إلا عندما نرى هلال شهر رمضان ولا نفطر في شهر شوال إلا برؤية هلال شهر شوال هكذا علمنا رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وهنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني تقدم شهر رمضان بيوم أو يومين وإنما ذكر اليومين كما قال أهل العلم لأنه قد يحصل الشك في هذين اليومين وذلك يعني لوجود غيم أو ظلمة في شهرين أو ثلاثة وإنما ذهنها يعني عن ذلك لأمرين الأمر الأول يعني خوفا من أن يزداد يعني الناس في هذه الأعمال ويجدون في رمضان ما ليس منه كما نهي عن صيام يوم العيد يوم العيد لا يجوز للمسلم أن يصومه لذلك يعني حذرا مما وقع فيه أهل الكتاب من اليهود والنصارى في صيامهم كان يزدون يوم ثم يوم ثم يوم وهكذا حتى زادوا أياما كثيرة لذلك نهي عن صيام يوم الشك الأمر الثاني أن الحكمة علق بالرؤية فكما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته أيضا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا النهي الإنسان الذي اعتاد صيام يوما محينا مثلا إنسان اعتاد يصوم أثنين وخميس والجمعة مثلا يعني رمضان فهو يصوم الخميس فمن كان محتهادا لصيام هذا اليوم أو في أيام معينة يصومها المسلم نقول فلا بأس بذلك إذا صادف هذا الصيام كما ذكرنا صادف الأثنين صادف الخميس فلا مانع من صيامه أخواني وأخواتي لا شك أن الصيام هو أحد الأركان الإسلام ومبانيه العظام وهو شهر واحد فرضه الله سبحانه وتعالى في السنة قال جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان لذلك الصوم من أفضل العبادات وأفضل الطاعات والواجب على المسلم أن يتفقها في دين الله تبارك وتعالى وأن يسأل أهل الذكري وأهل العلم في كل ما أشكل عليه وأن لا يفتدع شيئا في دين الله سبحانه وتعالى ولو قال أنه يريد الخير فكم من مريد للخير لم يبلغه أو ليس ببالغه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفن وياكم إطاعته ومرضاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر